اشتركوا في القناة اضفنا الف وباء فيصير الالف يحرم من الانتخاب المحكم عليه بجريمة المساس بالذات الالهية والانبياء باء يحرم من الانتخاب المحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة او في جريمة المساس بالذات الاميرية ما لمرد اليه اعتباره طبعا لا يمكن ولا سبيل لرد الاعتبار لمن سب الله جل وعلا او طعم في الانبياء لان هذا يدخل في الكفر والرد على الاسلام كون يقول رد اعتبار هذا يا امه يقام عليه الحد في الشرع او انه استتاب وهذا ما هو منصوص عليه في القانون فلابد نفرق بين حق الله وحق الخالق ولا نساوي الخالق من المخلوق هذا رأينا وهذا رأي الشرعي اللي المفروض يكون يا امه يضمن القانون او انه يفرق بين الف وباء التعديل الآخر اللي هو في المادة عشرين طبعا في الديباجة في القانون في في واحد وعشرين كانت هناك في ديباجته اللي هو وعلى المرسومة الاميرية رقم خمسة عشر لسنة تسعة وخمسين بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له هذه الفقرة او هذه في الديباجة سقطت في القانون الموجود هل هو يعني بعلم او غير علم لكن واضيف ايضا موجود المادة المادة عشرين ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا لمرسوم الامير لقانون الجنسية او سكت وما ذكر والقوانين المعدلة له حنا ما ندل شنو القوانين المعدلة له في قوانين عدلت فيفترض انها تضمن المادة وتذكر في الديباجة كما كانت في القانون السابق اللي اصلا هو مقدم من الحكومة يعني هذه تعديلين ارجو الاخوة التصويت عليهم واضافتهم للقانون ونؤكد ان موقفنا في الذات الاميرية يجب ان يقدر بقدر حجم المسئولية والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياتهم بيمينه سبحانه وتعالى عما يصفون لذلك ارجو ان يفرق بين حق المخلوق والخالق وهذا امر شرعي لا يمكن التصويت عليه الا بفتوى شرعية شكرا